شاب يتيم الأب قامت أمه بتربيته على طاعة الله حتى تخرج من الجامعة وعمل بمنصب مرموق وعندما أراد الزواج نصحته أمه باختيار فتاة ذات خلق ودين تعينه على تقوى الله والأخذ بيده إلى الجنة ولكن الإبن كان قد تعلق قلبه بزميلة له في الجامعة من أسرة ثرية كانت جميلة ولكنها غير ملتزمة وقال في نفسه سأستطيع أن أغيرها وأجعلها تواضب على الصلاة وقراءة القرآن والعمل على ما يرضي الله عز وجل في بداية الأمر لم توافق الزوجة على وجود والدة الشاب للعيش معهما ولكن أهلها أخبروها بأن الشاب في منصب مهم وأن أمه سوف تموت بعد عام أو عامين وافقت الفتاة على مضض وبعد عودتها من شهر العسل ومع أول يوم تجتمع فيه بحماتها على مائدة الطعام قامت الزوجة من على المائدة غاضبة ودخلت حجرتها فذهب إليها الشاب بعد أن انتهى من طعامه مع أمه ليعرف سبب ابتعادها فقالت له يد والدتك متاسختان وقد أفسدت لي شهيتي وعليك أن تجعلها أن تأكل على مائدة أخرى بمفردها لأني بعد اليوم لن أجتمع معها على مائدة واحدة فوجودها معنا يضيقني قال الزوج في هدوء كما تعلمين ليس لها أحد غيري وهي عجوز وتحتاج رعايتي قالت الزوجة اذهب بها إلى دار المسنين وإن لم تفعل سوف أذهب إلى بيت أهلي قال الزوج مبتسما فكرة رائعة ولكن والدك اتصل بي أثناء تناول الطعام مع أمي ويريد حضورنا جميعا عنده في المنزل غدا فلماذا يا ترى قالت الزوجة عندما غادرت المائدة اتصلت به وغدا ستعرف لماذا أما الآن سأنام عاد الزوج إلى أمه فسألته ما الخبر يا بني هل زوجتك مريضة لذلك تركت الطعام إن كانت مريضة أذهب وأحضر لها طبيبا حرام أن تنام جائعة ومريضة قال الزوج اطمئني يا أمي سوف ترتاح قليلا ثم تأكل وغدا سوف أخذك إلى مكان سيتغير فيه كل شيء ولكن أريد منك أن لا تعترضي أو توبخيني على تصرفي قالت الأم لن أضغط عليك لتشرح لي الأمر وأعلم أنك تتصرف دائما بما يرضي الله وفي اليوم التالي ذهب الزوج وأمه وزوجته إلى أهل الزوجة وأعدت مائدة الطعام ثم أخذ والد الزوجة زوج ابنته على انفراد وأخبره بأن ابنته في حزن بسبب وجود والدته معهما ومن حقها أن تعيش معه بدون أمه ثم هدده بأن زوجته لن تعود معه إذا لم يوافق على طلبها اليوم فابتسم الزوج ثم ذهب إلى مائدة الطعام فلم يجد أمه جالسة أمامها وعرف من زوجته أنها أخذتها إلى المطبخ لتأكل مع الخدم فنظر الزوج إلى أهل الفتاة وهم جالسين على مائدة الطعام وقال لهم بغضب لن أستطيع أن آكل معكم لأن أيديكم قذرة كقلوبكم تدعوني لكي أطرد أمي التي عانت وشقيت وتألمت من أجل تربيتي يا لكم من أسرة قاسية لا يشرفني الارتباط بها ثم نادى على أمه فتخرج وهي لا تعلم بشيء ويجري نحوها والدموع على خديه ويقبل كفها ورأسها وينكب على أقدامها بلهفة ويقبلها ثم يقول لأمه بعد أن احتضنها وحملها هيا يا أمي خذيني برضاك إلى الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ثم يلتفت لأهل زوجته ويقول لهم لي الجنة ودنياكم لكم يقصد زوجته سأتركها عندكم شهرا دون طلاق إذا أرادت العودة لأكون أنا وهي كخادمين لأمي فأهلا بها وإن ظلت كما هي فستصلها ورقة طلاقها بعد انتهاء الشهر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصانه ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذه قصة حقيقية يحكيها صاحبها فيقول عندما كان عمري ست سنوات وقبل أن أعي الحياة وأدركها كما ينبغي صحوت على مأساة عائلية لقد طلق والدي أمي وكل منهما تزوج فأصبحت تائها ضائعا بين الاثنين وكما يقولون أمران أحلاهما مر فعند أبي كنت أقابل بمكر زوجته أما عند أمي فكان زوجها يكشر عن أنيابه دائما في وجهي ومع هذه الظروف العائلية غير الطبيعية ومع التفكك الأسري سقطت في وكر بعض الأشرار وأمضيت الوقت ما بين شرب وتعاط وإدمان وحينما يسألني أبي عن أين كنت أقول له عند أمي وحينما تستفسر أمي عن غيابي أقول لها كنت عند أبي وهكذا يظن كلاهما أنني موجود وفي الحقيقة كنت مفقودا ويعتقد كلاهما أني حاضر وكنت في تلك الأثناء غائبا عن الحياة ساقطا في الضياع كانت هذه هي الظروف التي ألقت بي في الهاوية ولكن كيف خرجت إلى شط الأمان؟ كان لذلك قصة ففي ليلة من الليالي وبعد سهرة تطايرت فيها الرؤوس وتلاعبت بها المخدرات خرجنا من هذا الوكر لكي نتنفس الهواء العليل ليزيدنا طربا على طرب ونشوة إلى نشوة وبينما كنا في سعادة مرهونة غامرة وتغيب عن الدنيا كاذب إذ بالسيارة تنقلب عدة مرات كنا أربعة من الشياطين داخل السيارة توفي الثلاثة ولم يبق إلا أنا لقد نجوت بأعجوبة بفضل الله تعالى وأفقت من الغيبوبة الصغرى عقب الحادث على حقيقة الغيبوبة الكبرى التي كنت أحياها واكتشفت نفسي من جديد بعد أن انتابني خوف شديد أن ألقى الله وأنا مدمن وفي حالة سكر شديدة ويكون مصير النار فشعرت أن الله نجاني لأنه يحبني فأحببته وقررت أن أقترب منه ولا أغضبه أبدا لقد شعرت بالإيمان بعد أن مات الإحساس لدي وعدت إلى الله ضارعا مستغفرا حامدا شاكرا لأنه تولاني وأنقذني من موتتين موت السيارة وموت الإدمان فخرجت من المستشفى إلى المسجد مباشرة بعد أن قطعت كل صلتي بالماضي وعندما دخلت المسجد وصحبت القرآن الكريم وجدت متعة ولذة حقيقية وليست وهمية مثل التي كنت أعيشها وأنا مدمن وأصبح القرآن الكريم أوفى صديق لي يلازمني وألازمه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون